بعض الأفلام تعمد إلى تشويه سيرة الأنبياء والإيمان بالأنبياء يركن من أركان الإيمان ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ومن الإيمان بهم توقيرهم وإجلالهم وإنزالهم منازلهم ومعرفة سيرهم والاقتداء بهم فبهداه مقتده لكن عمدت أفلام الملاحدة والباطنية الحديثة للسخرية بالأنبياء ففي فيلم الإغراء الأخير للمسيح يظهر المسيح إنساناً له نزوات ويرتكب الفواحش مع امرأة يحبها ويختار حياة البشر والزواج والإنجاب على تكاريف الرسالة في ناية الفيلم والعجيب أن بعض الدول النصرانية منعته وجرمه الفاتيكان لكن طبعاً حركة العصر الجديد أصلاً ما تعترف لا بالنصرانية ولا بغيرها لأنها في النهاية تريد تحطيم جميع الأديان وفي أحد أفلامه من مشهورة يزعمون أن للمسيح نسلاً يعيش إلى اليوم مثل فيلم شفرة دافنشي دافنشي كود هذه فيها أكاذيب حتى على نوح عليه السلام ووجدنا طبعاً في بعض الأفلام اتخاذ القبور مساجد يظهر يعقوب عليه السلام يتعبد عند قبر جد إبراهيم وأن القبر عليه وعليه وقد قال عليه الصلاة والسلام نعنى الله على اليهود والنصار اتخذ كبرى أمبياء مساجد طبعاً هذا يعني في أفلام أنتجتها الباطنية الرافضة مثلاً غير قضية منتجات حركة العصر الجديد الشاهد أن الكفر ملة واحدة وأن أفلامهم في النهاية هي تؤدي إلى تدمير أركان الإيمان الستة وفي هذا الأخير أن يوسف عليه السلام يلطم رأسه ويخمش وجهه كما يفعلون هم في مناحاتهم في عشوراء وغيرها وأنه يحلف بغير الله كيف يفعل يوسف عليه السلام هذا وهو الموحد ابن الموحد ابن الموحد ابن الموحد يوسف ابن يعقوب يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن مراهيم عليه السلام ودين الأنبياء واحد في التوحيد وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وبالمناسبة الفكر الباطني الفكر الباطني طبعا قدمنا أن نيو إيج موفمنت باطنية حديثة والرافضة وغيرها من فرق الباطنية باطنية قدامة طبعا الفرق مثل إذا قلنا البابية والبهائية ينكرون معجزات الأنبياء الدروز يلقبون الأنبياء بالأبارسة وادعى الخميني الهارك أن الأنبياء والرسل لم يكملوا رسالات السماء ولم يرسوا قواعد العدالة في العالم وأن الشخص الذي سيكمل ذلك كله سيكمل هذا النقص هو المهدي المنتظر